موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام نقدم لكم أحوال التقس من قناة البلاد تنتبقى الأوضاع ربيعية مستقرة على أغلب المناطق الشمالية للوطن حيث نسجل ارتفاع محسوس في درجة الحرارة بدءا من يوم الخميس بحول الله أمل أن سينشطنا الجوية كالعادة بعرض صورة القمر الاصطناعي لتوضحنا تمركز بعض السحب الخفيفة على أغلب المناطق الشمالية لتلتحق تدريجيا بالمناطق الجنوبية وعليه الوضعية الجوية المرتقبة خلال ليلة اليوم نرتقي بأجواء صافية مستقرة على أغلب المناطق الشمالية للوطن مثل ما نشاهد في الصورة بالجنوب نسجل أجواء غائمة جزئيا على أغلب المناطق الجنوبية وهذا بشمال الصحراء والواحات وبوسط الصحراء وكذلك بأقصى الجنوب وصولا إلى مرتفعات الأهقار والتاسيلي ليبقى صفاء والاستقرار يميز باقي المناطق الجنوبية درجات الحرارة الليلية ستصل إلى حوالي 17 على منطقة عنبات 13 بكل من الجزائر العاصمة ووهران 10 درجات بالبيت 12 بالجلفة 16 بباتة 25 درجة بكل من ورقلع وغردية 22 درجة ببشار 16 بمنطقة تندو 24 درجة بكل من أدرار وإيليزي و25 درجة بأقصى الجنوب على منطقة 8 أما فيما يخص الوضعية الجوية المرتقبة خلال صباحة يوم الغد بحول الله نرتقي بجواء غائمة جزئيا على أغلب المناطق الساحلية الوسطى الشرقية وحتى الغربية مثل ما نشاهد في الصورة لتبقى الإشراقات تميز باقي المناطق الشمالية بالجنوب حين سجل الجواء غائمة جزئيا على منطقة الصورة وبغرب الصحراء وصولا إلى أقصى الجنوب لتبقى الإشراقات والصفاء تميز باقي المناطق الجنوبية درجة الحرارة خلال صباحة ستصل إلى حوالي 18 بيعنبات بكل من الجزائي العاصمة ووهران 17 على منطقة باتنا 18 بالجلفة 21 درجة نسجلها على منطقة البيض وتيندوب 24 درجة ببشر 27 درجة بمنطقة أدر 25 درجة على منطقة ورقل 27 درجة بإيليزي وجانات وصولا إلى أقصى الجنوب على منطقة 8 أما فيما يخص الملحة والسيد البحري فإن البحر على الشواطئ الغربية سيكون مصدرب وفق رياح مختلفة الإتجاه إلى جنوبية غربية سرعتها تكون من 15 إلى 20 كم في الساعة البحر على السواحل الوسطى سيكون من هدئ إلى قليل الاتراب وفق رياح مختلفة الإتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها تكون من 10 إلى 15 كم في ساعة بينما على السواحل الشرقية البحر سيكون من هادئ إلى قليل الاتراب وفق رياح مختلفة الاتجاه إلى شمالية سرعتها تكون من 5 إلى 10 كم في ساعة نصل إلى عرض ورقة المعلومات الفلاكية التي توضح شروق وغروب الشمس لمدينة الجزائر العاصمة وضوحيا الشروق سيكون في حدود الساعة 16 و 16 دقيقة أما الغروب سيكون في حدود الساعة 27 و 22 دقيقة نتجه بكم اليوم إلى ولاية الأغواط تبعد عن العاصمة بحوالي 400 كم تشتهر الولاية بالنخيل وبتربية المواشي بحكم طابعها الرعوي والسهبي كما تشتهر الولاية أيضا بإنتاجها للغاز الطبيعي حيث أن فيها حقول همة وبها احتياط دخم من المادة الحيوية يسود الولاية مناخ شبه قري أي حار صيفا وبارد شتاء وبما أن الولاية تقع في قلب المنطقة السابية فهي تتمتع بغطاء نبات أساسه الأعشاب وجلها ذات خصائص طبية كما تعتمد الولاية في احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب بشكل أساسي على المياه الجوفية المتوفرة في المنطقة بكثرة خاصة مع وجود أكبر ست جوفي في إفريقيا بمنطقة تجموت القريبة من عاصمة الولاية بهذا مشاهدنا نكون قد وصلنا إلى ختم نشرتنا الجوية اليوم أشكركم على حسن المتابعة طابة أوقاتكم السلام عليكم اشتركوا في القناة